أهلاً مع حضراتكم مرة تانية ووقفت مع ضيوفي عن ماذا بعد أستاذ جمال ماذا بعد وماذا لو هقول لحضرتك يعني لو فيه كلام دلوقتي أنه المفاوضات أو صفقة الانتقال لرمضان إلى بيرامدز لسبب أو لآخر ما حدش عارف الظروف إيه هل هو وقع لو قد دلوقتي ما سنعناش بدليل بقول لحضرتك أنه فيه كلام من النادي الإنجليزي أنه بيفكر فيه رفع المقابل اللي هو عايزه بس علي أساس يرفع هو صاحب البيع هو صاحب البيع هو حدد رقم معين دلوقتي هو حدد مثلا مع النادي الأهلي مثلا ثلاثة حاجة والنادي الأهلي وافق وبعط له موافقة جي اللاعب قال لك أنا مش موافقة على عرض ده يقول لك أنا مش موافقة المصرية يعني في الجول تقريبا أنه رفعوا سعر أنه هما طلبوا المدير الرياضي للنادي بيقول أنه هما هيرفعوا سعر اللاعب إلى سبعة مليون دولار ماشي فإذا حصلت مشاكل سبعة مليون نقطة بناء على أي أساس تم تسعير اللاعب النقطة اللي تكلمت فيها يعني اللاعب إيه اللي حصل من مبارح للنهاردة عشان يزيد تلاتة ونص مليون هو صاحب السلعة صاحب السلعة بس إحنا بقى أنا متكلم فأنت أتكلم في أوروبا بقى واللي كل حاجة اللي هي معيه وما قويس كمان خلي بالك أنا بنتكلم في أوروبا وتراصفين ماركت خلي بالك اللي بقوله دوت مفيش إحنا بنتكلم أنه ممكن جدا أقيم لكن مفيش سقف لله عرض وطلب موضوع عرض وطلب بحث لكن أنت بتتكلم أنت كنادي ممكن أقول لك أنا عايز في رمضان عشر عشرين مش هجيله العشرين زي مصر طبعا أنا عايز أقول الجملة أنا جملة بسيطة أنا أزعم وأرى أن رمضان صبحي بالنسبة للمشورة ومعناها أهلي انتهى طبعا انتهى تماما ده مش تازعوا أكد بقى أقولك ليه أكد بقى لسه أكمل بقى موضع في مازا بعد ليه بقى يعني وصل لسبع مليون وصل لعشرة مليون وصل الأهلي ليس طرفهم في الموضوع والمسألة انتهت وهو حر بقى يروح بيراميز يروح أي نادي يروح أي حدة هو عايزة ودخل لبقى لك جزئية تانية لو حصل الكلام ده يبقى تطور جديد في الأحداث والآية قلبت مرة تانية والحكاية أريد محمودي شوف لنا الخبر يعني لو كان كده يبقى الأمر خبر على موقع تأمير أمر خطير جدا هو أنا أريدت قابلي برضو قابليها بشوية لا قابليها بشوية أريدت أن النادي الإنجليزي بيقول لك لغاية دلوقتي النادي الوحيد والنادي الوحيد هو من إمبارح كلام نادي الإنجليز من إمبارح وحتى هذه اللحظة ليس هناك عرض من بيراميز وقالوا هم حيتفاوضوا خلال الأيام الساعات المقبلة مع النادي بتاعه لكن دلوقتي أنت بتتكلم في جزئية أن الجمهور نفسها خلاص المسألة خلصت خلاص بالنسبة لهم جمهور النادي الأهلي أنت عارف أي لعيب يفكر مجرد تفكير في الخروج من بوابة النادي الأهلي إلى منافسين فليست لك أي رجعة ليست لك أي خط لرجع الموضوع وكمان هيدرس فيلد رفضنا عرض بيراميز الأول لضم رمضان وهذا موقف المفاوضات ده في الجول كمان أوضح مارك ديفلين المدير التنفيذي لنادي هيدرس فيلد تاون موقف مفاوضاتنا دي مع بيراميز حول رمضان صبح وقال الرجل في تصريحات للموقع حتى ليلة الأربعة وصواح الخميس كان العرض الرسمي الوحيد لم يكن شيء قد وصلنا من بيراميز وأضاف لم نكن نعلم أي شيء عن اهتمام بيراميز وكذا بحاجة لتلقي عرض رسمي من بيراميز لمنائشة الأمر واليوم وصلنا عرض منهم بالفعل المدير التنفيذي قال نقيم رمضان بسبع ملايين جليز تلين عارف ليه قبل مارا قلت ليه قبل مارا لا بيقيمه رمضان أعلى لأنه وحاطة سعر رمضان صبحي ثلاثة ونص مليون باوند للنادي الأهلي النادي الأهلي دفع مرتب رمضان صبحي لسنتين نقطة مهمة جدا ما أقول أنا حاجة دفع مرتب لعيب سنتين وروح أديك عندما تتفاوض مع رضي آخر الأمر اختلف بيقول نعم يوجد لدينا عروض أخرى من أجله ده بعيد عن مصري هل تنون التواصل الأكثر مع بيراميز ده التواصل للنقاط مش عارف إيه ونزو حدثة قال بالطبع نانوي التفاوض ومناقشة العروض لكن على عرضهم أن يكون أكثر عقلانية ومنطقية بالزرع لسنا مضطرين لقبول عرض قليل ننتظر عودة اللاعب لينضم لكلام خطير ده معناه أن الآية قلبت خالص مش الآية قلبت هو الناس فهم برضو غلط الدنيا واللعب ما رحش بيراميز كده يا أستاذ عب منع هو الناس افتكرت أن كهرباء سوري أن رمضان راح بيراميز بيراميز أوريدي واتفق ولكن الطبيعي أن الغاية الوقت ده تعالى قوة والناس بتطلبه تعالى عشان ترجع لنا دي نقطة النقطة التانية أن برضو فاكرين أن لو بيراميز اشترى رمضان حيشتريه بنفس القيمة اللي النادي الأهل اشترى به لا طبعا دي برضو نقطة الناس لازم تفهمها هم غيروا رأيهم كمان رفعوا السعر رفعهم ما هو ولا أحد ليه رفع السعر غير أنت ما تقول النادي الأهلي برضو التاني دي نقطة مهمة جدا ولازم الناس تفهم أن النادي الأهلي فعلا وقف جنب رمضان جدا 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 على مستوى المادي كان بيدي له عقد لمدة سنتين نفس الراتب اللي بياخده من انجلترا على المستوى المعنوي لا رجع مصر وفتح البيت على المستوى الصحي وقف جنبه ووقف على رجله وراح منتخب إلومبي وظهر بشكل رائع كلنا كنا مبسوطين به ده النادي الأهل ده اللي عمله النادي الأهل على المقابل الآخر أن كان فيه بكلم بكل أمانة ده رأيي على الناحية التانية كان فيه وعود من رمضان ومن وكيل رمضان إن لا لو رمضان صبحي ما سفرش مش هيلعب لنادي تاني غير النادي الأهل هو ده اللي مدايق الناس إنك ما تطلعش تقول تصريح وتوعد بحاجة ده جا درسي تاني للآن دي خل بالك منفعش أي حد دلات أي عضو أي مجلس إدارة يا سيد جمالي يصدق أي لعيد خلاص بقى خلاص أنت تدتني درسي قاسي أيوة صح وده مش أي حد أنا أزيدك أزيدك حتيرجي تتكلم لا أنا أزيدك من الشعر بيت في نفس الإطار دوت إنه برضو كلمة ابن النادي بقيت تستفزني مع الأسف الشديد مع ليش مع احترامي فيه ابن النادي الكويس ابن النادي اللي بيخاف على ناديه بس كمان مش كل ابن نادي بيطلع ابن النادي بحقيق برضو خلينا وقعين ما أنت عندك أمثلة كتيرة وده ترجع للعقليات يا أساس جماعة ترجع للنقطة الأساسية في نمازل في نمازل كتيرة جدا خلي بالك حضرك برضو أنا ممكن تكون عقليتك أنت عقلية يعني وعية لكن فيه زن خلي بالك وإنت ممكن تلاقي حد بزن عليك وتتأثر بهذا الزن أنت عندك سؤال مهم ده آه عندي سؤال خلي بالك أنا ما جمتش على السؤال أنا عندي سؤال ما جمتش عليه لا والسؤال الثاني بص عشان بنتكلم الدنيا مفتوحة فيه ناس تقول لك طيب لو أنت نفسك كشخص جالك أنت بتشتغل في شركة خلينا نتكلم بروفشنال أنت بتشتغل في شركة الشركة دي عرض عليك في السنة عشرة هو جواب عليها على فكرة أنا لسه مجواب آه يعني عرض عليك عشرة أنا عايز أجواب عليك جات شركة تانية جات شركة تانية قالت لك لا أنا حديك في السنة عشرين هتعمل إيه بص كابتن هو أنا بقول أنه الرقم مرعب بالنسبة للعب مش مرعب ده لا بقولت رقم مغر جدا بس فيه أمور بتتحسب كتير جدا نظر يعني هو ده الفرق أنا مش مستكتر على رمضان أنه هو يجي له عرض بهذا الشكل بس زي ما حدك قلت واتفق معنا لو سيدة عبد منعم شكل الجانب اللي بيخص رمضان أثناء الفترة اللي فاتت كلها كان بيطمنك قوي أنه هو موجود في النادي الأهلي في مصري يبقى في النادي الأهلي ماشي إلا إذا اعتبرنا أنه بيراملز في قطر نضرب مثالا أنا وانت حلو الفتنهين فضل أستاذ جمال لو جاء له عرض مثلا من إحدى المؤسسات الصحفي الكبرى في أي مكان هفكر برضه والله هفكر نعم بس سواني وأنا معاه أحنا باتنين هنروح بس منسيبش مكاننا أبدا على سبيل الإعارة يعني أنت في الأهرام أنا في الأخبار على سبيل الإعارة أروح بس مكاني أحفظ عليه لأن أنا بحس بقيمة المكان أنا بحس بقيمة الأهرام في فرق كمان بحس بقيمة الأخبار بالضبط كده مؤسسة كبيرة مش كل حاجة بتتأس برضه فلوس يا جماعة أنا دلوقتي وبعد كده في نقطة تالية نقطة مهمة جدا هيقول لك يا عم كل حاجة بالفلوس تمام ماشي كل حاجة بالفلوس اللي من دول لكن النادي الأهلي عرض على رمضان صبحي مبلغ أنا شايف من وجهة نظري مبلغ كبير إنه مبلغ كبير جدا والفارق هياخده بعد كده امتلت الفارق كمان مش كمان هياخده ده الفارق انت بتتكلم في تاريخ ومؤسسة تنتمي لمؤسسة كبيرة بتنتمي لكيان كبير واحنا ما جاتناش عروض واحنا وإحنا وانحسن حفظين جات لنا أكيد بس ما تخرجش من المؤسس يعني بسترجع تالي لو خارقت في مؤسستي وادفع تأميناتي وارجع على حتى لو رجعت من الصف بصف مكاني أنا بقى أنا بحب المكان ده بحب اسم الأهرام الجيمة بحب اسم الأخبار في ناس تاني هتقولك طب إش مانا هتطلعوا احتراب بره في ناس استقالت من أماكن احتراب بره مختلف بقى فضل دي فيها زي ما بقوله حديدك مش ناحية مادية خالص ده بيسموه سينس أو كومن سينس صحيح أنا دلوقتي إحساسي إيه بإن أنا لغاية مبارح عمال أقول ده الأغنية اللي شغالة دلوقتي على الفيسبوك إيه أغنية أنا ابن النادي أنا ابن النادي ومطالبة بدون تتشاهل أنت بفهم قصدي لأ مسألة إن أنا يعني مثلا ممكن أحمد فتحي أنا مزعلش منه أحمد فتحي طول عمر واضح عملي بدليل إنه هو سابل إسماعيلي وراحل آله وسابل آله عبد الله السعيد نفس القصة عبد الله السعيد نفس القصة لكن أنا بتكلم بقى فيه لعيبة دايما كنا نقول كده دول فعلا الجمهور بيتعامل معاهم بيتعاملوا معاهم على إن دول مثلا حازم حازم الكبير حازم الكبير في الزمالك أنت تخيلت في يوم من الأيام من هو يبقى في الأهلي لا خالص أبدا مش عشان حاجة هو اسمه ارتبط بالنادي الزمالك بحقيق مثلا هاني رمزي حسام حسن كل الناس دي ما كانوا يتمنوا كلهم يكملوا في النادي الأهلي اختلاف الظروف أنت جالك احتراف وسافرت وحسام ما تجددوش لا فيه اسمها زي ما أنت بتقول كده مرتبطة الكيان تطيره مع مالدين وستفوق لعنش خلي بالحضرتك في الناس اللي زي دي بتبقى لن تستطيع سواء برغبتها أو برغبتها نتحرك من المكان لأن مثلا هاد رب مسأل مثلا اللعيبة يعني اللعيبة كتيرة رفضت أنها تحترف خارج مرد لأنها خلاص اسمها ارتبط بالنادي الأهلي ارتبط بجمهور النادي الأهلي فلو مشت كارسة كبيرة لكن خلينا نقول ونكون واضحين أن ما فيش واحد كان بيعتبر رمضان صبحي مراوخ لا كان الأمور بس فيها أي حد بيخطط له حد بيتكتكله حد بيقوله على حاجات معينة تعملها ما هو ماشي هو تكتكى برضو تكتكى هو بالنسبة له مخلي بالحضرتك التكتكى بتاعته وبالنسبة له صحيح وبالنسبة لللي تكتكله هو صح بالنسبة له الهجل يفكر في المال كل واحد حر يفكر في حياته كما تحلو له أنا موافقك تماما ودائما خلينا نتكلم برضو احنا أنا حفضل ابن النادي اللي مرتبط بالنادي والكيان والنادي الأهلي في وجهة نظري تعامل بكل احترافية في كل الملفات من خلال الفترة اللي فاتت وخاصة أن النادي الأهلي وكلنا عارفين مقولة كبيرة جدا والنادي الأهلي عمرو ووقف على لاعب والنادي الأهلي عمرو ووقف حتى ما تخليك خليك عبدال على أي نقطة حضرتك بتصير مهمة جدا الأهلي مرة على مدار تاريخه بخمسمائة ظرف من هذا النوع اللعيبة اللي مشيت اللعيبة اللي عملت اللعيبة اللي كذا الأهلي بياخد البطولات ولا لا طبيعا ليه ليه جاء ليه مدربين مصريين وأجانب وبرتغاليين وألمان وأسبان كل حاجة بياخد بطولات ولا لا لأنه في معروفة في سيستم وفي الزر ده في حاجة تانية كمان النادي الكبير الكبير لا يقف على لا بس النادي الكبير لا يقف على لا لا يقف على لا مستحيل هنكتفي بهذا الكبير مؤقتا مؤقتا وزي ما اتفاقنا مع يعني ديوتنا إن النادي الاهلي عمره ما هيقف على لعب وعمره ما هيقف على أي حد بينتمي ليه النادي الاهلي كيان النادي الاهلي إحنا اللي يكون لنا الشرف إنppنا ننتمي ليه النادي الاهلي هو اللي عملنا ويمكن برضه يعني هاختم فقرتي مع ضيوفي بكلمة قالها الكابت الخطيب خير النادي الاهلي على الجميع أشكرك يا أستاذ عب منعيم قريت التويتر بتاعة أنيس بوغلبان آه طبعا طبعا تقراه النبي طب أستاذ جمال هو من يكحب للعادي لاعب سوبر تشيرت الأهلي هو من يصنع النجوم وجمهوره وصانع الأساطير حب الجمهور لا يقارن بشيء هنيئا لكم بالمال الأهلي فوق الجميع الأهلي فوق الجميع أشكرك أهلي فوق الجميع نطلع لفاصل وبعد الفاصل أبو مسلم نجم النادي الأهلي معايا أنا وسام بعد الفاصل